لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك إذن بالمختصر مفيد هذه بعض النقاط إذن كل العوامل الضعف والإنهاك موجودة لذلك أن الذين يغامرون الآن بالدعوة يدركون يقينا بأن دعواتهم لن تتلقى أي استجابة من عموم الجزائريين من يستجيب لهم هم أشخاص هناك من يعملون لصالح الأجندات هذه وهناك ما مغرر بهم ولا يدرون أصلا وهناك أيضا لدفعتهم مواقفهم إلى هذا الأمر ويتخيلون ويتوهمون أن هذا هو الخيار الوحيد لإنقاذ الجزائر من النظام الذي رأوه أقنع به أن أنفسهم بأن ما يحدث الآن هي نفسها العصابة السابقة واستبرار على أساس أن الرئيس الجمهورية كان مع أبو تفليقة يا عزيزي لو رحنا هكذا نلقى 90% من الناس الذين يتظاهرون في الشوارع كانوا مع أبو تفليقة إذن هذا ليس هذا المعيار ومن يأخذ بهذه الطريقة لا يمكن أن يحدث أي تغير في المستقبل فأنا أفرح لما نشوف واحد كان مع أبو تفليقة وبعد صار اقتنع بأن ذلك المسار الفاسد الذي كنا ننادي به ثبت بالدليل وها هو الآن انتقل إلى جبهة أخرى من أجل العمل من أجل البلاد أنا أخذه من الجانب الإيجابي وليس الجانب السليم هذا باستثناء طبعا صناع القرار في نظام بو تفليقة الذين أفسدوا في البلاد وأضروا بالعباد إذن الدعوات هذه لن تصل إلى الاستجابة لذلك يدرك يقينة هؤلاء وأنا تكلمت مع بعضهم يا رجل أنت كيف تدعو إلى عودة الحراك الشعبي؟ أولا أنت ستذرب الحراك الشعبي الأول تخلي الجزائريين يكرهوا كلمة الحراك الشعبي يكرهوها وإذا كرهوا الحراك الشعبي سيأتي يوم ويصير الناس الحراك الشعبي تسيئن بدل أنه سميه سميه اسم جديد من حقك تسميه اسم جديد وتحاول أن تحرك في جه أنت تتمسح بع حراك أجبع عليه كل الجزائريين وعاد الكثيرون منهم إلى بيوتهم وأنت فقط تريد استغلال هذا الاسم لتحقيق مكاسب معي وإذن أنت تسيئن الحراك الشعبي أنت أيضا تدرك يقين أنك لن تنتصر هو ما تريده أصلا هو دفع الشارع إلى التصادم لأنه عودت الناس إلى التظاهر ثم عودت إلى بيوتهم لن يؤثر في القرار الرسمي يقدروا يخليهم السلطة تظاهروا عشر سنين وخرجوا ورجع وخلي تأثر الاقتصاد وخليوا تخليكم هكذا وفي إطار حين عيد حقوق الإنسان ولكن في المقابل يسكنوا في كل مدن يريدوا أن يعودوا إلى عملهم كي الناس حابين يخدموا على رواحهم أنت إذا كان حقك في التظاهر أيضا كي الناس أخرى حابة تعيش لجب أن يكون التظاهر هذا منظم لا يؤثر عن حقوق الآخرين إذن هناك يحدث تصادم حقوقي مع الشارع الجزائري وشارع مضاد وأيضا مع الأجهزة الأمنية ولكن الهدف الأساسي هو التصادم بحدد هؤلاء الذين يحرضون يريدون أن يخرجوا الناس ويتمنون يتمنون أن يشوفوا في الأخبار العاجلة هناك قتلى في الجزائر إن شاء الله إن شاء الله لكل من يتمنى ذلك يرد الله كيده في نحره يتمنى أن يشوف الدماء تسيل حتى يستعملها وحتى يقول بأن هذه السلطة ظالمة والسلطة قاتلة وهذا الذي غاضبوا منه من قبل لماذا صفوا حساباته منتقموا من القيد صالح لأن القيد صالح لم يتورط في دماء الجزائريين وقال كلمة شهيرة ولذلك غضبوا منه لأنهم كانوا يريدون الفوضى وليس يريدون خروج الجزائر من ذلك النفق المظلم الذي زجت به أو ورطتها في العصابة البتفليقية التي كانت حالك بل مختصر مفيد إخواني الكرام هذه نقاط نقاط الضعف ونقاط الهلاك وليست نقاط ضعف في هذه الدعوات هناك مسار انطلق والعودة إلى الخلف صار من المستحيل وإذا كان يريد هؤلاء الأقليات هذه التي تخرج في الشوارع وإن كانت هناك مطالب ما زالت مشروعة يجب أن نقر بهذا الأمر هناك كثير من المطالب قلب الحركة الشعبي لم تتحقق ولكن الظروف جاءت قاهرة في ظل هذه الجائحة العالمية كيف صار ولكن من المفروض ومن الواجب على الدولة أن تحقق ذلك وهذا الذي واضح أضح أن هناك المطالب لم تتحقق وهذه المطالب تحتاج إلى وقت وتحوى السلطة مقرة بيها ومعبرة ولكن لست أدافع عن هذه السلطة ولا أي شيء ولا أنتمي إليها ولا أنا أدافع عن الموضوعية في التعامل مع الشأن الجزائري أدافع عن مسار يجب أن يتحقق حتى تخرج الجزائر من أزمتها بعيدا عن الفوضى الهلاكة وبعيدا عن دعاوة الهلاك ودعاة الفتن والتطرف والغلو التي تستغل مثل هذه الظروف من أجل إشعال الحروب النجسة والحروب المدمرة لذلك في الأخير أقول أن العقلانية والشعب الجزائري الذي خرج في حراك تاريخي إذا أراد أن يحقق كل مطالبه يجب أن يتهيكل في أطر داخل الدولة الجزائرية ووفق القوانين الجزائرية ويعمل أعمل جاي استحقاقات انتخابية جاي برلمان جاي إذن عليكم أن تتخندقوا في أطر معينة ومهيكلة من أجل أن يكون للحركيين نواب في البرلمان ويكون لهم هذه السلطة القادمة إذا مشيتوا في هذا المصار ستكون شعبية كاملة ولن يكون هناك في البرلمان لا 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 أصحاب السحة السياسية أو المال السياسي ولا غير جاي مرحلة أخرى السلطة مستعدة إلى هذه المرحلة الجيش يطهر يطهر نفسه بنفسه من شبكات الفساد والإفساد التي ساعدت العصابة الأجهزة الأمنية أيضا تطهر نفسها بنفسها أيضا مؤسسات الدولة أيضا في هذا المسار نحن الآن في مرحلة تطهير داخلي ومن يقول بأنه مباشرة بعد الحراك الشعب أحلام الجزائريين المزركشة ستتحق بين عشية وضحاها فهو لا يدرك أبجديات التغيير ولا سنن الله في التغيير التي تحتاج إلى واقت وتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى تجلد إذا نجب أن نكون هناك شوية موضوعية وشوية عقلانية لأن الأزمة التي غرقت في الجزائر خطيرة من غير هذا الإطار أعتقد بأن هؤلاء الذين يدعون إلى الحراك بهذه الطريقة وعودة المظاهرات وعودة ويطلقون في كل مرة تاريخ ويتم وفشله بلو بهذه الطريقة أيضا يفقدون الحراك قوته وهيبته ووقاره وقدسيته ويقومون تنجيسه بمطالب فئوية ومطالب غلو وتطرف معروفة لدى الجزائريين ومطالب أيضا تدخل في إطار أجندات خارجية مدمرة للدول ومدمرة للأوطان إذا كان الشعب الجزائري يريد التغيير الحقيقي مسار التغيير يجب أن يكون مضبوط في أطر قانونية وهناك سيفرض الجزائريون ما يريدون بالتدرج وبالمرحلية أما دون ذلك فأعتقد بأنه في هذه الحالة ستحدث فوضى في الشعب بدل أن نترك الشعب الجزائري متفق على أمر آخر أنه ضد الفساد مع التغيير مع وضع الكفاءات في مناصبها مع إخراج جيل من الجزائريين يحكمون بلدهم مع تطهير الشارع وتنظيفه من الكثير من الأوبئة الوضع الاجتماعي متدهور الوضع الأخلاقي متدهور الجريمة منتشرة الفساد لم يكن يقتصر على عصابة فقط أتوأ إن كانت تتحمل كل المسئولية في إفساد المنظومة الطربوية في إفساد المجتمع في كثير من الأمور معالجة أزمات الجزائر تحتاج إلى التكاثف وتحتاج إلى الوقت وتحتاج إلى مصار معين مضبوط وواضح وبين ويحتكم إليه كل الجزائريين ودون ذلك أعتقد بأنه سيؤدي إلى هلاك يجعل الجزائريين ربما يترحمون يوما على عهد العصابة إن نجحت هذه الفئات الفئات المتطرفة والفئات الغبية في الزج به في فوضى هو في غنى عنها ولن تحقق له شيئا بل أنه سيصير إلى ما صار إليه غيره بسبب سلطة فاسدة ومعارضة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله